ترجمة نانسي قنقر باتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى تأمين استضافة مملكة البحرين فعاليات الحدث الرياضي العالمي جائزت البحرين الكبرى لسباقات الفورميلوان والمساهمة في إنجاحه اتخذت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الترتيبات والتدابير اللازمة في هذا الشأن حيث تم دراسة الخطط الموضوعة والتي يتم تنفيذها بكل مهنية والتدريب عليها بشكل دقيق في ضوء الخبرات المتراكمة وفق القراءة الميدانية فأن الجهود والخدمات الأمنية ليست مقصورة على نطاق حلبة البحرين الدولية ومحيطها وأنما متدة إلى كل إنحاء البحرين ولذلك استطاع هذا التواجد الأمني تعزيز الأمان والطمأنينة في نفوس كافة المشاركين وصارت حلبة البحرين الدولية نموذجا للأمن العصري من خلال تعاون وتنسيق تام بين إدارات وزارة الداخلية من ناحية وإدارة الحلبة من ناحية أخرى كما يأتي انتشار قوات الشرطة من خلال دوريات منتظمة وتواجد شرطة خدمة المجتمع في جميع أنحاء الحلبة بهدف نشر التوعية والثقافة المجتمعية وفي الوقت نفسه عملت الإدارة العامة للمرور على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنسياب الحركة المرورية وتغطية جميع شوارع البحرين من المطار والجسر إلى موقع الحلبة مع ترتيبات دوريات ثابتة ومتحركة وتكثيف التواجد المروري على الشوارع القريبة من الحلبة من خلال نظام الحمد لله والإجراءات سريعة ما تعطلنا نهائيا من الباركينج ما شاء الله لين ما دخلنا داخل صوب المنصة شيء الأمن ما شاء الله عليه مضبوط داخل الحلبة وبرع الحلبة ترتيبات المرور ما شاء الله عليهم الله يعطيهم العافية ترتيب ممتاز والله يحفظهم ويحفظ البحرين وبالتزامن مع عمال التأمين والتنظيم شاركت إدارة وزارة الداخلية في فعاليات الفورميلا ون حيث قاموا ممثلوها بالتعريف بالمهام والواجبات والمستوى المتميز الذي وصلت إليه واستعرضوا أحدث الخدمات المقدمة للجمهور وأهم التقنيات الأمنية والأجهزة المتطورة والتي تساهم في القيام بالأعمال الموكلة لهذه الإدارات بأعلى مستوى من الدقة والسرعة والمصداقية صراحة المعرض وايد حلو وتوعوي وما شاء الله الأطفال هنا مستانسين أنا حبيت أكثر قسم قسم الأطفال وهكذا تثبت مملكة البحرين مجددا إنها ماضية قدما في تسجيل العديد من قصص النجاح على الصعيد الدولي